رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وللي مش عارف القطاع الخاص كان آخر ارتفاع له كان 300 كان 3500 جنيه وده تقريباً كان في شهر 2 أو شهر فبراير اللي فات وهذا كان الحد الأدنى وكان وقت مزودود كانت أعلى حاجة ولكن أعلن المجلس القامل للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور بالعاملين للقطاع الخاص من 3500 جنيه ل 6000 جنيه وده اعتبار طبعاً من مائة وعشرين أربعة وعشرين ويعني الخبر ده خبر very interesting ان هو جيف في التوقيت بتاعه يعني الحكومة حابت تعيد على الناس دلوقتي قبل ما رمضان يخلص وبرده خاني اقول لكم ان دكتورة هالة السعيد اكدت ان رفع الحد الأدنى للأجور ده في خلال الجهود طبعاً ان الحكومة بتحاول تعملها علشان تخلي فيه نسبة وتناسب مع الارتفاع بتاع الأسهار فحسا دي حاجة كويسة وده حاجة يعني توقيت بتاعها برضو كان مطلوب قوي دوساً احنا بدعنا نشوف أسعار كتير من قبل حتى ما رمضان يدخل الأسعار كان بدأت تخلى جامد وكنا نتكلم من الأسعار اللي ترفعت حتى بإن كانت أسعار القوي يعني الأجور اللي ترفعت كانت أجور الحكومة الحكومة صح بس القطاع الخاص كانوا لسه بيعانوا شوية من حيثة الأجور وكده بس دلوقتي يبقى فيه حد أدنى فمعنى كده أن الحد الأدنى الناس هتزيد لسة ألاف والناس الأعلى شوية ممكن برضو تزيد فهو يبقى فيه منا مويدش لكل سكتر أو لكل مكان يبقى عارفين برضو أنه هو إيه كل واحد على حسب التفاصص أو الحتة بتاعه ويقدر الفلوس تزود تزيد يعني أكل دلوقتي يعني حاسة دي حاجة كويسة وكمان خصوصا مع التغيرات الإقصادية اللي حصلة يعني دي حاجة هتكون مفيدة جداً فلوس كمان إن إحنا يعني الفترة اللي فاتت فعلاً كان ده يعني اللي هو talk of the town تقريباً إن إحنا كل يوم بنتلع نسبة تشتكي من ارتفاع في أسعار حاجات مختلفة سعار حاجات مختلفة وللأسف برضو التجار كانوا بيأخدوا أو بيستغلوا الموضوع ده جداً وبيخلوا إن حتى المنتجات نفسها مش متوفرة في الأسواق بالضبط بتخليكي بس مش عارفة تسقي قوي في المصدر ننت بتجيبي منه عشان إحنا مش عارفين هالشخص ده فعلاً غلّ علينا ولا هالأسعار فعلاً غلية ما بنمقاش متأكدين قوي إلي بيحصل وزي حاجة رزيزة هنتكلم عليها بقى في الخبر الثاني في الخبر الثاني فيه خبر برضو بردو عن الأسعار